حقيقة زي ما انتم متابعين كلمة السيد الرئيس هنا هل نستمر على السياسات القديمة أم نحن بحاجة إلى سياسات جديدة وهذا أعتقد أنه لابد منه لأن الخريطة السياسية قد تتغير كمان بالأوضاع الموجودة في العالم بشكل عام يعني حتى يمكن الهجوم والهجمة العسكرية من روسيا على أوكرانيا ستغير الكثير والكثير من الخريطة السياسية وخاصة الخريطة الاقتصادية حقيقة دا كان مهم جدا أنه السيد الرئيس يمكن حطها في نقاط ومصر عندها قلق شديد وتتابع هذا الموقف وتتمنى لغة الحوار لغة الحوار السياسي رغة الحوار الدبلوماسي أعتقد هو أسلم الحلول بالنسبة لكل الشعوب بشكل عام لأنه الحرب ما هي إلا حرب أنت في الحرب تدفع الثمن تدفع سياسيا تدفعه اقتصاديا والضحية دائما هم الأبرياء تعالوا نتابع بقيت أيضا بعض الوقفات اللي وقف عندها سيد الرئيس اليوم شدد رئيس السيسي أيضا على أنه لا خروج من أزمة كورونا دون سياسات متكاملة وقدرة مالية لتنفيذها بالإضافة إلى إرادة دولية تتقاسم الأعباء في إطار الشراكة الدولية نتابع هذا المقطع ونعود ونستكمل معكم أيضا التعليق على ما يقول سيدة الرئيس تفضلوا أولا أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأدمة دون سياسات متكاملة وأليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النماتي والأقل نمو صعوبة جمة في تجاوزها ثانيا أن التعافي من الأزمة ممكن إذا توفرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراب بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الأليات الواضحة والمسؤوليات المحددة ثالثا أن عادة ترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد أن لا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها بعبعدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية رابعا أهمية دول المؤسسات والمنظمات الدولية في سياغة سياسات للعمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها وود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق خاصة النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2021 ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام محوره الإنسان